السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين ثمنطاش كانون الاول ديسمبر والقمر اليوم موجود في برج الحوت القمر اليوم زي ما حكينا موجود في برج الحوت ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة عشرة وستة واربعين دقيقة من مساء يوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل القمر موجود الآن في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة وتسع دقائق من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر القمر الآن بما أنه موجود بالحوت معناته بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن في هذا الوقت منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات البعض ممكن يتهرب من المسئولية الموجهة إله والالتزام ببعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين واللي بعانوا من مشاكل في الحب بيديروا ظهورهم وبيضرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب المرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو حدم الرغبة في العمل في هذا الوقت ممكن أن نبدأ علاقة حب جديدة يمكن التعمل والصلاة والمشاركة بالعمال الفنية مثل الشعر، رسم، تصوير أو زيارة المرضى أو شراء كاميرا ومعدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة خمسة وتسعة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا يعني كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة نحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين المشتري هاي زاوية بطيئة إيجابية ذروتها اليوم الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش عادة لما بصير هذا الاتصال بين كوكب الاتصالات والمواصلات والمشتري كوكب الحض صحيح أنه الاثنين بتراجعوا ولكنها بتظل زاوية إيجابية فعشان هيك منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات لدى البعض بتزيد من ميلنا برضو بزيد من ميلنا للعلوم الطبية والأستاذة أو العلوم الدينية وبيدفعنا لممارسة وظيفة حرة هذا التحول مفيد بالنسبة لاتخاذ القرارات على المستوى المالي أو المادي ولكن لأنه بيتراجع الكوكبين فما بدك توقع بفخ اللي هو الإغراء الغير مدروس عشان هيك منصحك أنك تدرس وتحلل المعطيات بشكل جيد صحيح أنه بيجيب لك فرص ولكن لا تخليها تكون فخ إنك أنت تخسر من خلالها وبرضو هاي الزاوية بتساعدنا على القيام بخطوات ابتمنحنا ترقيات في وظيفتنا أو حل الخلافات أو الدعاوى القضائية بشكل ودي بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي ما لازم أن نعمل لها عمليات جراحية كبرى جيدة للمراجعات الطبية لاهتمامات أخذ العلاج المناسب ولكن مش عمليات جراحية كبرى من صغرى ممكن القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية وبرضو هرمون المسكن للألام الإندورفين والهرمون المساعد على النوم الميلاتونين هذول الهرمونين برضو بصير فيهم اضطراب في هاي الفترة عشان هيك نشعر بالآلام أكثر من المعتاد وبرضو بصير عنا مشكلة الأرق أو قلة النوم أو الكوابيس أو أضغاث الأحلام بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الحوت معناة خلو المسار رح يكون يوم الغد الساعة 9 ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيتش بيبدأ وبينتهي الساعة 10 و 46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم انحسار المربع عمره 6 أيام في تمام الساعة 9 و 6 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنبدأ باليوم السابع نسبة الإضاءة 40% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 22-12 الآن هي منتحسة بنسبة 50% في ساعات الصباح سعيدة بنسبة 10% القمر في الحوت حتى يوم 19-12 سعيد الآن بنسبة 10% ساعات العصر سعيد بنسبة 15% في ساعات المساء منتحس بنسبة 10% عطارد في الجدي بيتراجع حتى يوم 23-12 سعيد بنسبة 30% الزهرة في العقرب حتى يوم 29-12 منتحسي الآن بنسبة 40% ساعات الفجر منتحسي بنسبة 10% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 منتحسي بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 27 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتشعروا اليوم بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وحاولوا أنكوا تخلدوا للراحة واضفوا هدوء الأجواء حاولوا أنكوا تعيدوا حساباتكم التخلص من الأمور اللي ما بتفيدك برضو اليوم بتتراجع نسبة الحضوض وممكن تواجه الشخص بشكل استفزازي حاول أنك ما تبدأ بأي شيء جديد هاي الفترة تعتبر مخيبة للأمال وخاسرة اصبر لحديث ما يوصل القمر لا عندك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون من أصدقائكم ومعارفكم خلال هذا اليوم وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة أحدهم معنوياتك مرتفعة حضوضك عالية حاول أنك بس تحترم القوانين والمواعيد وما تماطل وعزز شعبيتك وافرح مع الأصدقاء والأحبة بتنجحوا اليوم في إنعاش العلاقات العامة وبرضو بإمكانك استغلال علاقاتك الاجتماعية بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل تقدر تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرص تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية يعني فترة فيها شوية صعوبة ما في داعي للمجازفات والمغامرات وما في داعي إنك تشوه سمعتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي ميلهم علاقات مع أشخاص خارج البلاد أو لكل شيء هو بعيد بتنجحوا بالسفر الاتصالات البعيدة تعزيز العلاقات مع الأجانب بترغبوا بالتفاهم مع أحبائكم أهم إش إنك ما ترتجل أي عمل ما تستخف بالواجبات الأضواء مسلطة عليك حاول إنك تكون جاهز لتحمل المسئولية وهذا اليوم جيد للامتحانات الجامعية والمراسلات يعني هاي فترة مهمة جدا فيها كثير من الحظوظ برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية سارعوا لتصحيح الأوضاع وإذ غيروا انفتاح أكبر على أراءكم أو على أراء الآخرين ابتس على تصحيح مسار بعض الأمور ممكن تكثف بعض الأوضاع يعني أو تتكيف مع بعض الأوضاع الراهنة حاول أنك تكون صبور وحاذر من التراجع الصحي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل أو العاطفة ولكن بتكون حذروا من المشاكل مع الشريك في العمل والحياة هاي فترة شائكة فما تجازف وحاول أنك تضبط أعصابك ومشاعرك السلبية مزاجك متقلب فحاذر الكلام الجارح تتمتع بطاقة كبيرة لكنك ممكن يعني تكون بحاجة للانضباط برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط لبتحتاج لنصيحة أحدهم إذا أردت إنجاح عملك باكر لعملك لأن المسؤوليات كثيرة وطارئة في هاي الفترة وحاول إنك تبدأ بالأولويات ممكن تبدأ عمل جديد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وبوسعكم ممارسة نشاط فني بتعيشوا أجمل اللحظات وممكن تحققوا الأمنيات وتصيبوا الأهداف بيطمئن بالكم وبتفرحوا لعلاقة جديدة أو لمصالحة أو لتسوية وبتتمتعوا بشخصية جذابة فحاولوا إنكم ما توضفوها لأشياء سلبية وضفوها لأشياء تحسنوا فيها وضعكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية أو تعزيز العلاقة مع العائلة برضو اليوم ممكن يكون في حدث أو خبر أو مناسبة ممكن يتطور يعني أو هيك نوع من أنواع التوتر تشعر إنه بلش يتطور شوي شوي فهمش إنك ما ترتبك وحاذر من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية هاي فترة مناسبة للاستثمار في العقارات أو الانطلاق في ورش الترميم أو تأهيل أو استئجار بيت جديد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبإمكانكم تعزيزوا العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لا اسمع صوتك عند قدرة للحوار والنقاش والإقناع وممكن تقوم برحلة عمل أهم شيء أن بعضكم ممكن يتحرك بفعالية كبيرة أو يقوم باتصالات واسعة وهاي الاتصالات بتسفر عن اتفاق ومصالحة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو ممكن اليوم تحصلوا على بعض المبالغ أو مبلغ من المال يدخل تحسين على ميزانيتكم ومنكم أشخاص ممكن يحصل على هدية أو جائزة أو يحل وضع مالي كان صعب بالفترة الماضية أهم مش إنه ما تغامروا بأموالكم هاي فترة حذرة ماليا معنويا فما تتسرعوا باتخاذ القرارات الحاسمة انتوا بحاجة لكل التعاطف والتضامن بهاي الفترة ولكن بدون مغامرات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم تستعيد حماستك وعزيمتك بتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وبرضو اليوم بيحمل لك خبر سار أو حدث ممعين كنت بتنتظره هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء